الحقيقة خليني أبدأ مع حضراتكم بأن الأهلي بيكرم الراغب والقيعي في احتفالية تتشين النجمة العشرة غدا غدا إن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم حيتم تكريم اتنين من الرموز داخل النادي الأهلي الأستاذ محرم الراغب والمهندس عدلي القيعي ويكرم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كابتن محرم الراغب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق والمدير التنفيذي الأسبق والمهندس عدلي القيعي عضو مجلس الإدارة ومستشار التسويق والتعاقدات الأسبق على هامش احتفالية تتشين النجمة العشرة على تي شيرت النادي المقرر إقامتها في الثامنة مساء غدا بملعب التتش ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين وكل نجوم الأهلي القدامى ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في هذه المناسبة وانتهت إدارة النادي من كافة الأمور الخاصة بالاحتفالية المقرر لها غدا يأتي هذا في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة القدم الذي اتخذت الشؤون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد ده زي ما قلت لحضراتكم يعني إيه؟ النادي الأهلي بيدشن النجمة العشرة شكل جديد للنادي الأهلي كل سنة الحاجات دي بتتغير وكل سنة إن شاء الله ربنا يكرمنا بال11 هتلاقوا برضو حفلة تتشين النجمة الحداشر وإن شاء الله بال12 وهكذا لأن النادي الأهلي مختلف عن الباقي إن شاء الله بكرة حيكون دخول الضيوف ورجال الإعلام لاحتفالية النجمة العشرة من بوابة المعلمين بوابة المعلمين هتبقى البوابة المخصصة لدخول ضيوف احتفالية تتشين النادي الأهلي بالنجمة العشرة واتخذت إدارة النادي الأهلي العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة باحتفالية تتشين النجمة العشرة على قميص النادي الخاص بالفريق الأول وهو المقرر لها الثامنة من مساء غد الثلاثاء بملعب التتش وده قرر دخول السادة الضيوف ورجال الإعلام من باب النادي المطل على مستشفى المعلمين هذا ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب الدعوة زي ما قلت لحضراتكم هتكون مقصورة على عدد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين وبعض اللاعبين القدامى والإعلامين والرعاة فقط لأن طبعا زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي عندنا إجراءات احترازية